طلابنا العائزة اليوم عدنا موضوع اخر اللي هو ضمن ال Partial Derivative اللي نسميه Chain Rule او قانون السلسلة الحقيقة هذا الموضوع يعني للسهولة راح نطلق للحالات العامة اللي راح ندرسها هذا المقرر فالحالة الاولى لما عندي دالة بها اكثر من متغير وهذه المتغيرات هي تعتمد على متغير اخر بس المتغيرين في الدالة يعتمدون على نفس المتغير فاذا نريد نوضح هذه لنفرض انه عندي الفنكشن مالتي بها اكس واي اذا هذه الدالة بها متغيرين اكس واي وفي نفس الوقت اكس واي هي تعتبر دالة بمتغير اخر بمعنى اخر انه الفنكشن مالتي اكس واي و اكس واي كل واحد من عندهم يعتمد على فنكشن متغير اخر وهو الت مثلا حتى تتوضح هذه الحالة واللي قلنا عليها الحالة خلينا اخذ الحالة رقم واحد لما عندي اكثر من متغير وذولا دا يعتمدون على متغير اخر هذه الصيغة نعتبرها هذه chain route closed بمعنى انه انا اذا اريد امثلها رح يكون تمثيلها كالاتي انه انا عدي هذه الفنكشن الرئيسية اللي هي الاف اكس واي من متغيرين فاذا اريد اوجد حل الpartial derivative فرح امثلها بالشكل التالي هذه الفنكشن تروح لي المن للأكس وهذه الفنكشن تروح لي المن للواي وفي نفس الوقت قلنا الاكس والواي دا تعتمد على الت اذا هنا انا ممكن اخلي الت وهذه الت لها علاقة بالواي والها علاقة ايضا بالأكس فاذا اريد اوزع المشتقات الجزئية ضمن هذا المرتسم حتى اشتق من عند القانون فرح يصير التوزيع مالتي كالاتي مشتقة الاف بالنسبة للأكس على partial اكس اذا هنا انا اش عندي اللي يربط لهذه الدالة بالأكس هو المشتقة الجزئية مال هذه الدالة للأكس وهنا انا رح اصير عدي partial f على partial y اذا اللي يربط للدالة وي الواي هو هذه المشتقة الجزئية هس اذا اريد اكمل الاشتقاق الجزئي على اعتبار انه الواي تعتمد على الت والأكس في نفس الوقت تعتمد على الت فرح اقول dx حتى اختم هي نفسها بس انا مجرد انه حتى اميز ما بين هذا الصيغة اللي هي partial وبين هذا الدي فرح اقول dx على اعتبار انه انا قفلت المسار وهنا انا رح اقول dy على dt هس بكل بساطة اذا اريد اكتب القانون الاشتقاق العام للمشتقة الجزئية بصيغة chain rule رح يكون عدي كالعاتي df على dt ما يطلب من عندي بالسؤال يريد المشتقة الجزئية بس اعني اش ناطيني ناطيني الدالة مالتي بها متغيرين وذن المتغيرين ده يعتمدن على متغير ثالث وهو مشترك ما بين الاكس والواي اذا هذا المرتسم العام لقانون السلسلة و اقدر اشتق من عده القانون الرئيسي فش رح يكون عدي df على dt يساوي لي المشتقة الجزئية للأكس partial f على partial x مضروبة بمن في اللي هو dx على dt و اقدر اكتبها partial x على partial dt ماكو اي مشكلة فهنا انا رح نكتبها dx على dt او partial x على partial t ماكو اي مشكلة زائد هسه ايجي على المسار الاخر اهنان اه رح اقول اهنانه partial f على partial y مضروبة بمن بال dy على dt اذا هذا القانون العام هذا يحتاج نحفظ فناخذ مثلا حتى هذا اللي حجينا يتوضح بشكل ادق مثلا انا رح يكون example find df على dt for قد تتغير هذا الرموز بالمناسبة يعني واحد لا يغلق كأن يكون هذه ال f ممكن تنكتب w يعني او تنكتب z فلا يصير ارتباك انه يعني الهوية العامة للموضوع فاهمها وفاهم شنو المشتقات الجزئية فهنانا find df على dt for for the function اهنانا راح يطيني function f of x y تساوي x تقعيب plus 3 x y where where x equal t minus 2 t و y تساوي 3 t مرفوعة للثلاثة بكل بساطة انا افهم هذه function بها متغيرين اللي هو x و وشفت هنا نعطيني بالمثال انه x تعتمد على t و y ايضا تعتمد على t اذا بكل بساطة راح اقول function multi f هي مرتبطة بال x y و y وفي نفس الوقت تعتمد على t المتغير اللي يربط x y y و لا يوجد رمز آخر سواء t اذا بكل بساطة حتى احل عندي القانون الهام القانون الهام يقول df dt سواء partial f x اذا اجي اطلع partial f على partial x انا من اباوع انه partial f على partial x وكأنه انا بعدني هنا بهذه الدالة فقط اذا انا راح اشتق هذه الدالة بالنسبة ال x اذا عدل x هو ثابت فهنان اش راح يكون عندي الاشتقاط 3 x تربيع plus 3 x على اعتبار y ثابت هس اجي هنا اش اطلع هس انا طلعت partial f على partial x اجي هنا اطلع partial f على partial y partial f على partial y باقي انا بهذه الفنكشن f بالنسبة لل y وال y هنا موجودة اذا هنان اش راح يصير عدي ال x ثابت اذا الاشتقاط مالتي راح يكون 3 x اجي هس اش اطلع اطلع حتى يكمل الباث عدي للنهاية لان انا من وصلت لهنانا طلعت المشتقات هنا هذه d y على d t وهذه عدي dx أو partial x على d t هذان من طلعت هن اذا هذا الباث كناتج اشتقاق جزئي مجموع وي هذا الباث كناتج اشتقاق جزئي هذا يمثل لي الناتج الكلي ما بين ال f وال t اذا اجي اطلع dx على d t أو partial x على partial t شو راح يساوي لي راح يساوي لي اجي هنان ال x بالنسبة لل t هذه ال x ويال t هنان اش راح اصير عدي 2 t مينوس اجي اطلع اهنان d y على d t او partial y على partial t هناش راح تساوي لي راح تساوي لي اجي هنانا هذي راح تنزل راح تختصر بي هذي فرح اصير عدي t تربيع هسا دا اشوف نفسي قدرت اطلع partial f على partial x وقدرت اطلع partial f على partial y وطلعت dx x على dt و dy على dt اذا هسا كملة عدي المشتقات الجزئية ارجع للقانون العام اللي شي يقول اذا عندي متغيرين ودي اعتمدن على متغيرها هذه الصغيرة اللي راح اكتبها اذا مجرد هنا انا راح اصير عمليات تعويض بترجم ان تقول وطلعت ترجمه اقول يساوي لي 3x تربيع plus 3y في 2t minus 2 plus 3x في t سكوير اذا انا عفوا بس خلي نرجع لهنا انا انا من داع اشتق بالنسبة لل x هنا انا راح يصير عدي 3y عفوا 3y هذه الحالة الاولى اللي قلنا عليها انه عندي دالة وهذه الدالة بها متغيرين وذني المتغيرين اذا اعتمدوا على متغير ثالث اللي هو مشترك ببياناتهم المثال اللي اخذناه مثلاً t عدي مشترك بين ال x وال y فهذا example واضح اللي ارجو منعدكم انه تشوفون الامثلة المماثلة لهذا example واتوقع انه الموضوع مو صعب عليكم اذا سويتوا مراجعة متكررة عليك شكراً موضوع موضوع اشتركوا في القناة